يتشبث سوهندان وهاميتا بشدة بالامل الذي استولوا عليه من اجل ان يكونوا سعداء لكن في عالمهم كل سعادة لها ثمن ايضا عندما يجتمعون للتو مع بعضهم البعض يأتي الانفصال الى الباب يبدأ دنيز في وضع خطط اخرى لازالة الزمرد تماما من حياتهم بينما يعتقد ان الالعاب التي انشأها تعمل فهو غير مدرك ان الحياة تلعب ايضا العابا اخرى له عباس يذهب الى السجن بينما يدفع ثمنا ضاهظا لما فعله باميريد فان الغضب الذي يتراكم بدافله يجعله اكثر خطورة وقال انه لن يعطي السلام الى الزمرد وسريهات بعد هذا تبدأ الزمرد في البحث عن والدها عند تعلم ذلك تتخذ جيهان ايضا اجراءات لتكون مفيدة وقريبة من الزمرد الزمرد وجهان يسيران نحو الخطر خطوة بخطوة عندما يتعلم صرحات عن هذه الاشياء يدرك ان ايميريد يحاول عمدا ابعاده ومع ذلك من اجل حماية المرأة التي يحبها لا يتردد في القاء نفسه في النار يقترح عباس ان ايميريد غير مستقر عقليا ويحاول ارباك عقل صرحات في حين ان صرحات لا يصدق حتى كلمة واحدة لعباس مفاجأة تنقذ عباس من ايدي صرحات حول كل هذا الى فرصة يزيل ايميريد من حياتهم ويبدأ في استخدام اوراقه الرابحة ليصبح حقا عائلة مع صرحات ويشنك انه يتحرك الى الامام بهدوء ولكن بشكل حاسم بعض خطوات حميد تفكك تحيزات سوهندان وتؤدي الى تطورات غير متوقعة بين الاثنين الزمرد لا تستطيع البقاء في القصر لفترة اطول مخاطرة بازالة حتى صرحات من حياته يعود الى المكان الذي بدأت فيه قصته بابا يناير من اجل ان تولد من جديد من الرماد جيهان يقدم عرضا يفاجئ الزمرد بينما لا يعرف زير ميرمت ما يجب الاجابة عليه يتخذ سرهات اجراء لاعادة كتابة مصيره باستخدام زي ميرمت هل سيتمكن صرحات من الخروج منتصرا من الصراع الذي دخله مع القبر اجابة الزمرد على جيهان ماذا سيكون يبدأ الزمرد في تفكر ما حدث في ليلة الحادث كلما يتذكره يقوده خطوة بخطوة الى عباس هل وصل عباس الى نهاية الطريق كم عدد الامتحنات التي سيتعين على صرحات اجتيازها من اجل ان تكون سعيدا مع الزمرد يعتقد دنيس انه مع ظهور كل شيء ستصبح وظيفته اسهل ومع ذلك فان اولفيت هي واحدة من العقبات الكبيرة امام خطط دنيس يتخذ جيهان خطوات جذرية لاستعادة ابنته والعودة الى حياته القديمة القدر يقربه ايضا من الزمرد سوهندان بعد بعض الاشياء التي سوف يسمعها عن حميد سيتم فصله بين الذهاب والبقاء لقد دخل الزمرد وصرحات الان في مسار لا رجعت فيه زيرمرنت ينظر في عيون صرحات يعتقد انه يخدع نفسه ومع ذلك حاول صرحات فقط حماية الزمرد ومع ذلك تغلق اميرد اذنيها على كلمات سرهات سوهندان بعد الالم الكبير الذي عان منه يبدأ في اتخاذ خياراته الخاصة لن يسمح بعد الان لاي شخص بالسيطرة على حياته يخد صرحات حروبا على جبهات اخرى من اجل ابقاء كل من ميرد وابنته في قلبه ومع ذلك سيكون الباب الذي فتحه جيهان بداية حرب بين الاثنين لن تنتهي لفترة طويلة في ديسمبر سوف الزمرد تكون قادرة على معرفة الحقيقة التي من شأنها تدمير حياتها سرحات كم من الوقت سوف يحترق من اجل الحب تعلمت الزمرد واحدة من الاسرار التي يتم الاحتفاظ بها منها هكذا تم الكشف عن ننهو البحر حقا انتهت اللعبة التي استسها ازيمت كما اراد تبدأ الزمرد في التشكيك في مضيها وحبها مع صرحات بالنسبة لسرهات لا يوجد سوى الزمرد ولن يكون هناك لكن اثناء محاولة اقناع اميرلد بهذا سيخضع العاشقان لاختبارات اخرى يرفع النيز يده ايضا ليكون دائما في حياة صرحات ويبدأ في اتخاذ خطوات خطيرة تعلمت الزمرد واحدة من الاسرار التي يتم الاحتفاظ بها منها هكذا تم الكشف عن ننهو البحر حقا انتهت اللعبة التي استسها ازيمت كما اراد تبدأ الزمرد في التشكيك في مضيها وحبها مع صرحات عندما تفتح اميرلد عينيها تجد سرهات الحياة مرة اخرى ومع ذلك فان امتحان صرحات قد بدأ للتو مهما كان اختبار الزمرد من قبل سيتم اختباره الان بنفس الطريقة علاوة على ذلك يجب ان يكون سرهات اكثر حرصا حتى لا ينزلق الزمرد من يديه مرة اخرى سوهندان تصل الى البحر في لحظة صعبة للغاية عندما يتواصل دنيز مع سوهندان للحصول على المساعدة سيواجه ايضا مضيه بمرارة صرحات ودنيز يتخذان اجراءات للحصول على حضانة اتشل ومع ذلك ليس لدى جيهان اي نية للتخلي عن ابنته ايضا الحرب بين الجانبين تتصاعد بشكل لائب يحتضن صرحات المرأة التي يحبها بالحب كما لو كان يريد التخلص من الام الاشهر التي قضاها بدون ايميرالد ومع ذلك فان زيارة جيهان غير المتوقعة للقصر ستحرك الحجارة والزمرد وسيرهات سيكونان في وسط عاصفة جديدة بدأ عصر جديد في قصر ديميركان يعتاد صرحات على حياته الجديدة في غياب الزمرد ويحاول التعامل مع عالمه لكن التنفس بدون المرأة التي يحبها هو اكبر اختبار قدمه صرحات على الاطلاق صرحات هو بعد الشخص الذي سرق الزمرد منه ومع ذلك لدى عباس وعزيمة ايضا خطط اخرى لصرحات من اجل منع صرحات من عرفة الحقيقة يفتحون دفاتر الملاحظات السادقة ولكن عندما يتم فتح الحسبات القديمة ستبدأ حقبة جديدة في القصر ولن يكون هناك شيء كما كان من قبل بينما يواصل سوهندان حياته في قصر اوشز يحاول البقاء واقفا على قدميه رغم كل الظروف في حين ان اهتمام حميد سوهندان يتزايد يوما بعد يوم فان كانان ليس لديه نية للبقاء مسترخيا ايضا يتعلم صرحات سررا من شأنه ان يغير حياته جفريا انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا الى الزمرد هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات ترجمة نانسي قنقر